حادث استدام وقع بين قطارين في لوكسنبورغ سباح اليوم على الساعة التاسعة خلف قتلاً والعديد من الجرحى حسب ما أعلنت الشرطة المحلية وكان قطار للمسافرين قادم من مدينة تيون فيلا الفرنسية استدم بقطار للبضائع في مدينة دودلانج في لوكسنبورغ شركة السكك الحديدية في لوكسنبورغ ذكرت أن أسباب الحادث لم تحدد بعد وتمت الاستعانة بالحافلات للنقل المسافرين شكراً للمشاهدة